موسيقى 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 وصلوا من اسبالاتو احدى المدن الجميلة والكبرى في كرواتيا وتقعوا على ساحل دلماتسيا اسقفان وستة عشر كاهنا واربعة وثلاثون طالبا من كلية اللهوت في كرواتيا انهم من ضمن المجموعات التي تقصد الارض المقدسة كل يوم من جميع انحاء العالم ليكتشفوها كحجاج موسيقى لقد التقينا بهم في المكان الذي تعلم فيه التلاميذ صلاة الابانة ويتقدمون نحو مزار كنيسة بكاء الرب حيث يقول التقليد ان يصعبك هناك على اوريشاليم وعلى مصير المدينة المقدسة موسيقى هي خبرة ايمان وتنشئة للشبان الصغار الذين يتجهون نحو الكهنوت ويقول المونسينيور باريسيتش الذي يرافقهم انه بالنسبة لابراشية سبالاتو هذا امر مهم وخاص جدا حيث يمكن لكل كهن مستقبلي اختيار هذه الاماكن لذلك فان كلية اللهوت تعمل على ان يحصل الطلاب خلال دراستهم على فرصة للمشاركة في الحج الى الارض المقدسة ولو لمرة واحدة انه امر مهم عندما يدرس المرء عن بعد فانه يشعر ان كل شيء مجرد وحتى السنة الليتورجية التي نعيشها حسب التقويم الخاص تكون مجرد ما اود قوله عندما يعيش المرء خلال اسبوع جغرافية كل السنة الليتورجية يصبح بالنسبة لنا هذا الاسبوع مقدسا هنا فهذا يتضمن بعدا اخر خبرة خاصة وعميقة فيكتشف المرء هذه الجغرافية الليتورجية وهذه الجغرافية الروحانية أسبوع من التجوال في الاماكن المقدسة على امتداد جغرافية التجسد تجربة كما يشرحها المونسينيور مهمة جدا لكل مسيحي ولكنها تحمل أكثر من معنى عندما يختبرها الشباب وما يتركه الفجاج من أثر عليهم إن الكرواتي التي يبلغ الكاثوليك فيها تسعين بالمئة من السكان علاقة وثيقة مع الأرض المقدسة يقوم مسيحيون وبشكل تطوعي بمختلف مشاعر الحج والأرض المقدسة هي المقام الأول دائما لأن خبرة الأرض المقدسة عميقة جدا وتترك أثرا في النفوس وتجعل الناس يرغبون بالعودة إليها ويشكلون بأي طريقة كانت دعاية بعيدة الأثر لها أتذكر ما قاله لي كاهن الرعية مرة لقد أتيت إلى هنا للمرة الأولى وأخذت أفهم الإنجيل جيدا وقد رافقت حتى الآن خمسة مجموعات إلى الأرض المقدسة من رعيتي وأعتقد أن الحجيجة سيكون أكثر كثافة في المستقبل وقد أعتقد أنه في المستقبل وقد أعتقد أنه في المستقبل ترجمة نانسي قنقر